يجب عن القائد أن يحد من تحقيق هذه الإفرازات السلبية ولكن أن يحول دون حصولها هذا دعاء لا يستجاب أول شيء قلت يصرخ كل شيء لأنه هناك مساس ولو هذا المساس إجمالي يؤدي إلى أن البنية التحتية تتعرض للخطر فكل الوجهاء كل القدماء يبدأون يحسون بحالة انزواء بحالة تضرر فيبدأ يصرخ مو بس يصرخ يبدأ يقاوم يبدأ يناظل يبدأ يخرب بدل ما يصرف طاقاته في المجال الإيجابي تتكون طاقة سلبية بلا حدود القائد يجب أن يتعامل مع هذا الطاقة السلبية طاقة سلبية قلت يصرخ كل شيء طاقة سلبية تشوف الفرد اللي كان في العهد السابق كله إنجازات كل فكرة وقطواته وهمته كله كان تحقيق أهداف كبرى يتحول إلى آلة مخربة ليل ونهار يقعد يكتب ويظلل ويحرف وشغل عملا ماك ترجمة نانسي قنقر